السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام تحية طيبة لكم جميعاً أينما كنتم فبدأنا نسمع عن موجة خامسة لجائحة والإعلام الآن يروج لبعض الأخبار حول هذه الموجة الخامسة لكننا لا نعلم متى كانت الموجة الرابعة والمواطن لا علم له بالموجة الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة في كل هذه البلدان العربية الإسلامية وهذا يبين مع الأسف الشديد رداءة التواصل مع المواطن ومع هذه الشعوب تواصل رديء ودون المستوى مع المواطن منذ بداية الجائحة وزير الصحة الفرنسي يصرح أن الموجة الخامسة ربما تكون قد بدأت في فرنسا وربما تكون قد بدأت حسب المعطايا طبعاً ربما تكون قد بدأت كذلك في إسبانيا لأن العدد يرتفع اليابان يصرح أن الموجة الخامسة انتهت وأنه الآن يحدر من موجة سادسة في اليابان في بلداننا العربية الإسلامية هناك تصريحات شبه رسمية هناك أخبار تتحدث عن موجة خامسة ربما تكون في الشهر المقبل وتتزامن مع الفصل البارد ربما تكون في شهر ديسمبر أو قبل ذلك وهذه هي الأشياء التي يتواصلون بها مع المواطن هذه البلدان ليس فيها تتبع علمي البلدان الأوروبية فيها تتبع وتقوم بأبحاث ولديها معطيات دقيقة ولديها إحصائيات دقيقة وتعلموا إلى أين تسير فبلداننا ليس فيها بحث علمي ليس فيها بحث علمي صفر بحث علمي وليس فيها تتبع يعني منذ بداية الجائحة ليس هناك تتبع وليس فيها إحصائية دقيقة ومعطيات دقيقة ونحن دائما لما نسمع بمتحورة وقعت في بلد ما فهذه المتحورة ستكون عندنا ونسمع بموجة خامسة وسبعة وتامنة في بلد آخر بمعطياته هذه البدن الأوروبية لديها معطيات وتعلم ما هي الموجة يعني ما هي المعطيات التي توحي بأن هناك موجة فهن هناك إحصائيات دقيقة وهناك معطيات دقيقة نحن ليس لدينا معطيات ليس لدينا معطيات مع الأسف الشديد فعموما هذه الأشياء يعني نبهناكم منذ بداية الجائحة نبهناكم حول هذه الأشياء وأخبرناكم الأشياء التي ستقع أخبرناكم بأن ستكون دائما سلالات ودائما متحورات ومتحورات المتحورات وستبقى وستكون موجات دائما ويعني تكلمنا لكم عن المناعة مناعة الجسم ضد هذا الوباء وكذلك مناعة الجسم ضد هذه الأخبار يجب أن تكون لديكم مناعة قوية جدا ضد هذه الأخبار لأن هذه الأخبار كذلك تسمم الجسم وكذلك تلعب دور سلبي بالنسبة لمناعة الجسم الحقيقية أو المناعة المكتسبة يعني هذه الأشياء أنتبه لها فلأن المستقبل سيكون هكذا ستعيشون هكذا يعني مع موجات ومع هذه الفزاعة الإعلامية ستعيشون هكذا فأن تكون لديكم مناعة ضد هذه الأخبار وهذا شيء مهم جدا لماذا؟ لأن هناك بعض النساء وربما بعض الأطفال لديهم مشكلة الخوف ويعني هذا الأكبر عامل وأخطر عامل بالنسبة للمناعة وهو الخوف فإذا أصيب الناس بخوف يعني ربما أمراض أخرى ستنتشر ربما ستظهر أمراض أخرى لأن الخوف يعني عامل خطير جدا أن تنتبهوا فقط نحن تكلمنا معكم منذ بداية الجائحة ونحن الآن نقترب من السادتين ونحن نتكلم عن هذه الأشياء يعني نتكلم عنهم منذ نقارب سنتين فقط الأشياء التي تعلمتمها والأشياء التي اكتشفتمها وأعطتكم نتائج النظام الغذائي الطبيعي طبخ المنزل شراء الأشياء من السوق وأن تهيئ ما تأكل أنتم بأنفسكم فالذي لا يقدر يعني أن يهيئ ما يأكل يعني هذا الشخص يعني لن يقدر على العيش في المستقبل الذين يقدرون يعني على شراء الأشياء وتهيئ ما يأكلون في المنزل هؤلاء هم الذين سيواجهون هذا المستقبل بقوة لماذا؟ لأن هناك فئتان فئة تطبخ في منازلها وتعيش بما تهيئ تأكل أشياء التي تطبخها وتهيئها وهذه الفئة طبعا لها قدرة ولها تقافة ولها معلومات ولها أشياء وستكون بصحة جيدة ومنعاتها ستكون مرتفعة لكن هناك فئة مع الأسف الشديد ربما لا تقدر على الطبخ أو لا تعرف كيف تطبخ أو ليس لديها الوقت أو ربما يعني شاب غير متزوج أو شاب غير متزوجة يعني هذه مجتمعات أنا أتكلم على اليوتيوب وأتكلم مع كل المجتمعات فربما هناك فئة ستكون فئة من الشباب مع الأسف الشديد فئة من الشباب هذه الفئة من الشباب التي ستعيش على المصبرات يعني هي تعودت على العيش على المصبرات هي تفتح العلب وتأكل ولا تقدر على تقشر الخضر ولا عجن الخبز ولا أي شيء تشتري كل شيء يعني جاهز هذه الفئة سيكون لديها مشاكل في المستقبل هذا هو المهم في حياتكم مهم أن تتشبت بهذه الأشياء بالقدرة على الحياة هذا مهم لنا الذين لا يقدرون على الحياة فطبعا هؤلاء ليس الأمراض فقط حتى الحالة النفسية يعني ستتداور على الناس والمستقبل سيكون صعب وهذا تنبيه وليس تفزيع نحن لا نخوف ناس هذا تنبيه لكي لا يبقى الناس في سوبات ونائمين ويجب فنحن الآن عشنا ما نقى ما يقارب السنتين والأشياء التي تعلمها الناس لا سهل هناك تهور ولا زال الناس يحكونا نكت ولا زال الناس يتحدثونه كأنهم يعيشون في 1990 أو 1980 فالوقت تغير وسيتغير ولن يعود الوقت كما كان لا زلنا نؤكد لكم هذه الأشياء وأنتم تكتشفون كل يوم وتكتشفون كل شهر بأن الوقت يتغير بأن الحياة تتغير لا أظن أنكم ستعودون للحياة التي كانت من قبل لا أظن لا أظن لأنها سيكون أشياء مزعجة ستسمعون أخبار مزعجة وستكون هناك أشياء في كل المجتمع أنا أتكلم على اليوتيوب في كل البلدان تظنون الآن أن الأمريكيين أحسن منكم تظنون الآن أن الأوروبيين أحسن منكم أنا لا أظن وربما يكون العكس صحيح فكل البلدان الآن هو نفس الشيء كل البلدان نفس القرارات كل البلدان نفس المسال كل البلدان نفس السياسة كل البلدان نفس استراتيجية كل البلدان نفس الأشياء كل البلدان نفس الأشياء فيجب هكذا يجب أن تستفيدوا من حياتكم وأن تكونوا أذكياء وأن نكون نحن الصباقين لحياة أفضل وأن نقدر على هذه الحياة أن نصنع لأنفسنا حياة نقدر عليها أن نصنع لأنفسنا حياة نقدر عليها أن نصنع لحياتنا يعني الأشياء التي نقدر عليها ونكون بصحة جيدة هذا شيء مهم جدا سيكون في المستقبل وأن تبدأ من الآن وكفى من التهور والاستهتار والسخرية على الأشياء انتهازم السخرية انتهازم الاستهتار انتهازم النكتة يعني أن يقف الناس هذه أشياء مهمة جدا لماذا؟ وليس هناك مجتمع أحسن من مجتمع لا تظنوا أن المجتمعات الأوروبية أحسن مننا أو المجتمعات الأمريكية أحسن من الأوروبية أو الأوروبية أحسن من الأسيوية أو الأفريقية نفس الشيء ربما تكون بعض المجتمعات الإفريقية أحسن بكثير يعني هذه هي الأشياء التي يجب أن تبقى معكم ولا أريد أن أكرر هذه المعلومات أنا أخشى عليكم من الإعلام عند تنزل قوت ثم يكون هناك خوف وفزع ورعب أخشى عليكم من الإعلام فقط أما الجائحة فالناس يواجهونها كيفما كان الحال منذ بدايتها فالناس واجهوها وأظن أنهم قادرون عليها فقط أن أحذركم من الإعلام التطبيل الإعلامي الشطحات الإعلامية احذروها جيدا وستعيشون إن شاء الله بسلام ولا تنسوا الأشياء التي تقدرون عليها في منازلكم أن تقتنوا الأشياء وتداخرونها في منازلكم لأنكم لازلتم تعيشون أن كل شيء في السوق ويباع في السوبرماركت القرارات الآن تصدر بسرعة في أي وقت يصدر قرار هكذا ثم تغلق الدنيا كما غلقت قبل سنتين أن لا تلسعوا من الجحر مرتين أن تكون لديكم في منازلكم ما يكفيوا أشياء بسيطة واكتفوا بالضروري اكتفوا بالمواد الضرورية واكتفوا بالضروري جزاكم الله خيرا يعني هذا البدخ وهذا التبذير وهذه الأشياء فأظن أن حان الوقت لكي يغير الناس هذه السلوكات حان الوقت كي تغيروا هذه السلوكات وأنتم ليس لكم خيار ليس لديكم خيار ليس لديكم خيار يعني انتبهوا جيدا ونظموا حياتكم الأشياء التي تكلمنا عنها تكون في منازلكم يكون عندكم نشويات في المنزل يكون عندكم بقوليات يكون عندكم توابل يكون عندكم هذه البذرات التي تكلمنا عنها يكون عندكم أعشاب تشرب على شكل شيء وليس بالضرر أن تكون كل هذه الأشياء إذا كان عندكم اثنين يعني في السوق لما تشتروا حبوب أو بدرة أو شيء اشتروا الرخيص فهي كلها نفس الشيء وكلها جيدة اشتري الأشياء رخيصة حيقت إذا وجدت مثلا نعناع غالي فاشتري الشيبة إذا كانت رخيصة أو إذا وجدت مثلا بعض الأنواع من الخضر غالية التمن اشتري خضر أخرى فقط أن تكون خضر في الموسم هكذا يجب أن تنظموا حياتكم حياة القلم والورقة الآن وصل يعني الآن وقت القلم والورقة أن تكون لديكم ورقة وقلم يعني وأن تسجلوا الأشياء التي تحتاجونها فقط لا زيادة أشياء التي تحتاجونها للفطور والعشاء والأشياء للأطفال ولكم يعني وكفى من التبذير لأنه ليس العصر التبذير وقد وصلنا إلى العصر الذي يجب أن نحسب تماما ما نأكل وأن نحسب حياتنا وأن ندقق في الأمر وأن ننظم هذه الحياة وإن شاء الله سنعيش بسلام في جميع الحالات سنعيش بسلام نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى وهو صاحب والأمر كله وهذا هو الشيء الذي يجعلنا نطمئن نحن نطمئن لماذا؟ لأننا نتذكر الله سبحانه وتعالى لما نذكر الله سبحانه وتعالى نطمئن ألا بذكر الله تطمئن القلوب حقا تطمئن القلوب إذا كنت تذكر الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن في الأخير هو صاحب الأمر ولا تحسب ان الله غافلا عما يعمل الظالمون كنوا متيقنين 700% تحية طيبة لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته